في مفاجأة كبرى تحرك عاجل من وزير الخارجية المصري لإثيوبيا وعاجل منشر سعر استوانة المتجاز بعد زيادة أسعار البنزين اليوم وعاجل في مفاجأة لكل المصريين خروج قانون الإيجارات القديمة للنور خلال أيام وإثيوبيا وبيان خطير عن السودان وما يحدث فيها الآن وعاجل حقيقة جفاف المزارع السمكية في مصر بسبب أنمية والرئيس سيسي وأمير قطر وكلام جديد ننشر التفاصيل في البداية عاوزيني نصلي على الحبيب محمد وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في قناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول عاوزيني نوصلي 3000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو وقبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليق بكلمة تحيا مصر عاوزيني نوصل أكتر من ألف تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا أدها أول قبر معانا وفي مفاجأة كبرى إن وزير الخارجية المصري اتحرك لأثيوبيا الآن وتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري للعاصمة الأثيوبية أديس أبابا لتمسيل مصر في اجتماعات الضورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي قال أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم مزارة الخارجية إنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية على هامش مشاركته في إثيوبيا هناك بعدد من نظرائه الأفرقى وذلك للتباحث حول أوجه التعاون وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بجانب تبادل وجهات النظر حول قضايا محل الاهتمام المشترك وتتناول القمة مختلف القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة القارية ومن بينها حالة السلم والأمن في القارة ومواجهة التداعيات الناجمة عن الوباء وظاهرة تغير المناخ والتكامل الاقتصادي والاندماج القارئ المصدر معنا كامل أرتي أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل يعني نتفقل إن شاء الله بزيارة أسد الخارجية المصرية الدكتور سامح شكري لإثيوبيا إن شاء الله يعني نأمل فيه إن يكون فيه مستجدات في قضية سد النهضة يعني مع الدكتور سامح شكري ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل ننشر سعر استوانة البتجاز بعد زيادة أسعار البنزينة اليوم ولجنة التسعير الآلي للمنتجات البترولية واللي بتختص بالمناسبة لمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير الآلي للمنتجات البترولية على أساس ربع سنوي قررت في اجتماعها الذي عقد بعد نهاية ديسمبر الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي لربع يناير لمارس 22 وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه التلاتة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً أمس على النحو التالي سبعة وربع جنيه لليتر بنزين تمانين وتمانية جنيه ونص لليتر بنزين اتنين وتسعين وتسعة جنيه ونص لليتر بنزين خمسة وتسعين وتم تحديد سعر الديزل لستة جنيه خمسة وسبعين قرش زي ما هو للتر وي لم يشهد التعديل الجديد للمنتجات البترولية سعر استوانات الغاز واستقر سعر استوانات البوتان 22 حفاظاً على رفقات الأسرة المصرية خلال هذه الفترة الحالية أسباب سعر زيادة البنزين الجديدة عاوزين يعرف إيه الأسباب ولكن احنا خلاص يعني عرفنا أن استوانة البوتاجاز لن تتأثر بزيادة أسعار البنزين واللجنة استعبدت متوسط أسعار خام برينت في السوق الإعلامية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أكتوبر ديسمبر 21 والتي تعتبر من أهم المؤثرات والمحددات لتكلفة توفير وبيع النفط في مصر بالسوق المحلي بالإضافة إلى أعباء وتكاليف أخرى المصدر معانا كان من صحيفة الشرقية دي وأترك لحضركم التعليق على هذا القبر كده يعني إحنا عرفنا أن ما فيش أي تحريك لسعر استوانة البوتاجاز وننتقل مع بعض على طول وفي مفاجأة لقول المصريين خروج قانون الإيجارات القديمة للنور خلال أيام ووفي عزة وكيل لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب قال أن تعاون الحكومة مع النواب لفتح ملف الإيجار القديم يعيد التوازن مرة أخرى بين المالك والمستأجر فتعتبر خطوة إيجابية لتصحيح الأوضاع وتوفيقها وأكد عزة أن اللجنة سوف تقوم بجهود كبيرة مع الحكومة من أجل الخروج بتشريع قادر على إنصاف المواطن المصري الاستماع إلى جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين مما يجعل اللجنة قادرة على اتخاذ قطوات جادة ترضي جميع الأطراف النائب أشار أن الحكومة سوف تقدم تشريع جديد للنواب للنظر فيه أكد أن من أبرز الحلول التي سوف تناقش حول العقد القديم تحويل العقد القديم لعقد جديد بمعنى أن يكون هناك فترة انتقالية وليس دائما له وقت ومدة محددة يلزم كل من المالك والمستأجر لفت النائب إلى أنه إلى الآن لا توجد إحصائية كاملة بعدد العقارات المستأجرة قائلة عقود الإيجار الأديمة بها ظلم بجين على المالك وحين تم تطبيق القانون كانت البلاد تشهد ظروف استثنائية ولكن الآن مصر تشهد تطورات مع بداية جمهورية جديدة لا يصح أن يكون إيجار العقارات إيجارها مين جنيه والوحدة الوحدة خمسة جنيه فقط المصدر معنا كان من صحيفة الموجز المصرية وفعلا يعني من وجهة نظري أنا شايف أن في ظلم كبير لما يعني شقة يكون 8 مليون جنيه ولا 2 مليون جنيه والمستأجر يعني يدفع إيجار خمسة جنيه في الشهر فده طبعا شيء يعني مهين جدا وظالم للمؤجر ولكن يعني عاوزين نقول أن العقد شريعة المتعاقدين وما ينفعش يعني إحنا اتفقنا وتم إثباته في ورقة وأنا معايا نسخة وحضرتك معاك نسخة فما ينفعش يعني نرجع نزعل ولكن يعني فعلا كما قال النائب يعني الأمور الآن أفضل في الجمهورية جديدة مصر كانت من خمسين سنة ولا من أربعين سنة كانت بتمر بظروف استثنائية فموضوع قانون الإيجار الأديم ده للأسف يعني ظالم إلى حد ما دي من وجهة نظري الشخصية ممكن يكون يعني حضرككم في من حضرككم متفق معايا ومختلف معايا ولكن يعني خلينا ننظر لهذا الأمر من منظور يعني عادل وأترك ليكم التعليم نمتل مع بعض الخبر آخر معانا وإثيوبيا بتطلق بيان حمل ما يحدث في السودان الآن وعاوزين يعرف إيه علاقة إثيوبيا بما يحدث في السودان الآن وإيه علاقتها ليه بتدخل أصلا قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي أن المجلس العسكري السوداني اكتاح الأراضي الإثيوبية ولم يعمل وفق مصالح الشعب السوداني أوضح في تصريحات لصحيفة أرتيه أن إثيوبيا لديها آليات للتعامل مع السودان بخصوص الخلاف الحدودي بشكل سلمي أكد أن زيارة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلوا إلى إثيوبيا في يناير علامة جيدة على حسن النوايا وبخصوص ملف سد النهضة أشار مفتي إلى أن هذه المسألة ليست على جدوى الأعمال القمة الإفريقية السابعة والتلاتين في أديس أبابا أضاف أن إثيوبيا ملتزمة للمحادثات حول السد لكن لا نعرف إذا كان السودان قادر حاليا على التفاوض يعني إذن هي دي حجتهم في الوقت الحالي اللي هو يعني السودان غير مستقر فهنتفاوض ليه؟ نتفاوض مع مين؟ مين في السودان يكلمني؟ مفيش حد في السودان يكلمني إذن مش هتفاوض هذه وجد نظر إثيوبيا بشأن العلاقات مع كيان الصهيوني قال مفتي إلى أن أديس أبابا لديها علاقات طيبة مع كيان الصهيوني ومع الفلسطينيين ونحاول بناء صداقة مع كلا طرفين أضاف أنه لم يتم النقاش حتى الآن حول حضور كيان الصهيوني قمة الإفريقية وعن الشأن الأمني أكد مفتي أن غالبية الأراضي الإثيوبية آمنة وأنه لا علاقة بالأعمال التي تقام بقمة الإفريقية وهي بعيدة أصلا إن مصدر معنا كمن أرتي أترك لحضركم التعريق على هذا الخبر الهام إذن يعني إثيوبيا الآن تتحدث أن المجلس العسكري السوداني يعني يعمل ضد مصلحة شعبه ويتحدث أيضا أن ليس هناك من أتكلم معه بخصوص النهضة في السودان وهذا الأمر يعني مقلق بعض الشيء ولكن يعني نحن نأمل إن شاء الله ربنا يسر الأمور ويحل هذا الموضوع على خير بإذن الله ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل حقيقة جفاف المزارع السمكية في مصر بسبب المياه ورد الخبيل الجيولوجي عباس شراقي على مزاعم جفاف المزارع السمكية في مصر بسبب المياه وضح قد مرى جفاف بعض الأحوال بفصل الشتاء خاصة التي تحتاج بياها عبا من النيل للمحافظة على المياه وقال الخبيل الجيولوجي المصري عباس شراقي في تصريح لأرتيت تقع مزارع جيليون للاستزراء السمكي على نهاية فرع رشيد مع البحر المتوسط وتم افتتاح المرحلة الأولى في 18 نوفمبر 2017 لبرك الجيليون كمدينة سمكية متكاملة شملت مزرعة سمكية لأعلى جودة من بعض الأنواع السمكية بعضها للتصدير على مساحة 4000 فدان تضم 1359 حوض بالإضافة إلى مناطق بحثية وصناعية للثلج وإنتاج الأعلاف بشراكة مصرية صينية وأضافة تعتمد مصر على الاستزراع السمكي لتوفير الاحتاجات بنسبة تقارب 50% والباقي من المياه البحرية قاصة البحيرات الشمالية وكذلك بحيرة ناصر وقد تضاعف حجم الانتاج خلال السنوات الأخيرة بعد تطهير بحيرة المنزلة ومريوت ليصل إلى أكثر من 2.2 مليون طن سنوية وأشار إلى أن صناعة الاستزراع السمكي تعتبر موسمية وتبقى لأستاذنا الجليل الدكتور مجد محمد علي أستاذ البيئة المائية وعميد كلية المصايد والأسماك ونائب رئيس جمعة أسوان السابق أن أنسب وقت للحصول على أعلى إنتاج هو من مارس حتى كتوبه بعده يضعف الإنتاج ولهذا قد نرى جفاف بعض الأحوال في فصل الشتاء خاصة التي تحتاج مياه عذبة من النيل للمحافظة على المياه ولكن يعود النشاط الكامل مرة أخرى ابتداء من مارس حيث لا يمكن تربية الجنبري إلا في فصل السف فقط وأنواع الأسماك التي يتم استزراها هي البوري والوقار غد النيس والقاروس وقال الخبيل الجيولوجي تؤكد الأطمار الصناعية مراحل التشغيل في هذه الأحوال حيث الإزدهار في الصيف كما توضح الصور زيادة عدد الأحوال في الجزء الجنوبي خلال عامي 2021 بمقدار حوالي 700 فدان وأضاف شراقي أن تكلفة هذه المزارع مرتفعة جدا وتختلف عن الصين من المياه البحرية الطبيعية ولذلك يجب أن يكون الإنتاج لنوعيات متميزة مرتفعة القيمة حتى تغطي تكاليف الإنتاج وزياداته ولذلك قد لا يشعر الكاثيرون بهذا الإنتاج لأن التصدير يساهم في زيادة عائد الدولار الذي يساعد في سداد بعض الديون الخارجية وفوائدها وإقامة مشروعات قومية أخرى المصدر معنا كان من صحيفة RT وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل ننتهي مع بعض الخبر أخير معنا والرئيس السيسي وأمير قطر وكلام جديد وننشر التفاصيل أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي محادثات جانبية في العاصمة الصينية بكين مع العديد من أقاض العرب والأجانب وفي التفاصيل أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي محادثات جانبية مع كل من عمران خان رئيس وزراء باكستان والرئيس شوكة مير ضعيف رئيس جمهورية أزباكستان والشيك محمد زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي وتميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وأنتونيو جويتريتش سكرتير عام الأمم المتحدة يأتي ذلك على هامش مأدبة أقامها الرئيس الصيني شي جين بينج على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين المصدر معانا كان من آر تي أترك لحضركم التعليق على هذا القبر ويعني إحنا بنشوف الوقت الحالي تقارب بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني جينا مع بعض الانحاية نشرة الأخبار أتمنى أن أكون خفيف على حضراتكم بدأ يلتش عليكم إن شاء الله كان معكم إسلام الأمير من قراتكم وأصفحتكم بصري ميديا وي إي بي على الفيسوك وعلي تيوب بنفس الاسم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته